انا سوي لك اتشف فلاشباك على حلقة مو قبلها تحدثنا تذكر ونزل كابتشار وحسا قام كل يتحدث به عن موضوع الستة مليار صادراتنا بالشهر واللي كل عشرة ايام مليارين حسا بدوا يكشفوها الجماعة حسا قبل شوي على الشريط الاخباري ما نتقوم احنا مصدرين بشباط اللي هو طبعا 28 يوم شباط صار هسنة صدرنا 95 مليون برميل اذا تضربها بـ 62 يطلع حوالي مثل ما قلت لك عنه برميل في خل اضربكي ابو الله الحاسب هسا تضربها على شقد في 62 دولار 65 على 62 تطلع تقريبا 6 مليارات شوية تقريبا 62 على 62 لا 62 62 لا تطلع تطلع 5 مليارات و 890 مليون دولار يعني لانه 28 يوم فذا اضيفي الامان يومين او 3 الاخر يصير 6 مليارات بالشهر 6 مليارات بالله خلي نسوي لعد عنوان علي علي اذا العراق صدر العراق صدر خلال شهر شباط 95 مليون برميل نفط 95 مليون برميل نفط 95 مليون برميل نفط ما نزل سعر البيع عن 60 ها بالمناسب بحدود ما نزل عن 65 ايه 60 دولار بحدود 6 مليارات دولار بقيمة 6 مليارات دولار تقريبا بقيمة 6 مليارات دولار علي بحر جاي سجل ايه ايه عافي يلا 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 بطل ايه ايه تفضل ايلو كل عشر تيام مليارين صح اكي بالنتيجة ذات قسم مو صحيح صحيح خلينا نسولف بهاي ليش هسا صارت ازمة الموازنة انا في وقت اذكرتلك انه رح يصير يعادل تقييم البنك الدولي وكذا انا اقول لك بكل صراحة اكو 20 بالمئة 20 بالمئة شاكين بها البنك الدولي من المرتبات ها ومن الموازنة استاذ الور خليك ويا احنا بندفع مرتبات تقريبا 48 تريليون اذا تكشف الموازنة حاطين الشيط مع الرواتب هاي شون جتي سادة نوار هاي شون جتي لما سقط النظام في 2003 انا رح طلحت الشيط مع الاخر مدفوعات لوزارة المالية ويا ري تكشفوها للناس كان عندنا مليون يعني جيش والشرطة وكل موظفي الدولة عندنا مليون موظف كان الشعب العراق 30 مليون حوالي شوف النسبة ايه لاحظ النسبة نعم طبعا المتقاعدين بحدود المليون او اقل الآن احنا 2018 وتوقفت التعيينات من 2014 بالمناسبة يعني خلينا نحكي عن 2014 نعم عندنا 6.4 6 مليون واربعة بالعشرة طلع مليونين متقاعد يعني عندنا 4 واربعة بالعشرة مليون موظف يتقاضون رواتب موظف عمومي يعني هذول موظف عمومي 4 واربعة بالعشرة 4 ونصف مليون عن المليون يعني زادت ثلاثة ونصف مليون زادوا خلال تقريبا ادعى السنة يعني شعبنا شقزات لانه اول عملية تعيينات شعب شقزات شعبنا زاد 4 مليون زاد 4 مليون زاد 4 مليون صاروا موظفين صاروا موظفين ما زلوا والله ما زلوا طبعا هاي هاي النسبة وانا شغل أرقام بتذري فهاي النسبة شوف أستاذ أنوار هاي النسبة مضحكة راح تقول لي مين جتي راح أقول لك هم 2005 أول تعيينات عنه 100 ألف وهكذا 120 ألف المعدل من تضربها بعشر موازنات يعني المفروض نزيد مليون ومئتين مو نزيد 3 ملايين صاروا معناها أكو مليونين هاي سموهم القوست اللي هي الشبحية فضائيين لما أجل بونك الدولي يقول لبابا أنا دا اي أنا دا أنطي لذلك كردستان اليوم كشفت عن 50 ألف طبعا الحكومة تريد معدهم 250 ألف لاحظ على كردستان معدهم 600 ألف موظف اليوم هم معدرفهم ب50 ألف قالوا ذلك فضائيين أوكي ها تخيل على 6 مليون وشقد أن يكون فضائيين فهذه المليونين أستاذ أنوار خليس محا الشعب العراقي هاي موزعة بين الأحزاب هاي موزعة بين الأحزاب منذ التأسيس أول حكومة تم الاتفاق بشكل راندملي لذلك وحط الوزير هنا جيبه هنا هاي 10 ألف لك هنا و15 ألف لك هنا وهاي تسوي تمويل زي أن أنت لا تحسب 3 مليون على معدل 500 دولار هاي مليار ونص يعني بالسنة تقريبا تجيك أنت هاي طالعة برة 15 مليار العفو هاي برة طالعة 15 مليار عن الموازنة برة تتوزع هاي غير حصص المقاولات وكذا فهيك نوع من العصابة من الصعب الحقيقة تقدر تطوقها وتالي تحصرها وجاي هسا الانتربول قاعد ببغداد صال 3 أيام حتى ينتظر من الحكومة تنطيش شيت مال الجماحة اللي باخدينها موال العراق وما راح حصل الانتربول طبعا بالمناسبة لأنه لعب واتفاقات وضغط فحقيقة الأمر بالموازنة أكو اختلال الآن أكو مشكلة أنا قلت لك يا شهر الرابع راح تظهر أنه البنك الدولي القروض الاستثمارات كلها توقفت على الشيط مال موازنة حقيقي داي يقولونهم أكو عدكم 20% من هاي الأرقام اللي قاعد تدفع بالموازنة ما الرواتب مو حقيقية وارح أستاذ نوار وارح خلي كشفون الأعداد وشون ميجدتي الأعداد بس قلل حكومتنا أكو 20% من دول الموظفين محقيقين فضائيين لو من الموازنة ككل محقيق الموازنة والموظفين لا هو من من التشغيلية من مدفوع الرواتب اللي هي 48 تريليون أستاذ أنور اتهمك حاسبة وارح أضربها بعشرين بالمئة تطلع 9.6 تريليون يعني حوالي ثمانية ونصف مليار دولار هاي سنوين دا تروح برا يا عالي بحلي سوي عنوان ثمانية ونصف مليار دولار سنويا ايه شنو هاي أستاذ أحمد تروح برا هاي 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 مدفوعات غير حقيقية رواتب تدفع كرواتب غير حقيقية ضمن الموازن تدفع كرواتب غير حقيقية ضمن الموازن طبعا الله ثمانية ونصف مليار يعني بقد موازنت الأردن تقريبا نعم احنا جاي ما نعرف بين تروح ونقول ثمانية مليار ونصف السنة طبعا أنا أطالب دكتورة ماجدة تيميلو بلله ثمانية ونصف مليار يا دكتورة ماجدة موازنت الأردن راي قول راي قول راي قول راي قول لك ماكوش حتي أنا ألزمهم بالأرقام أنا أجمع موازنات الفين وخمسة وستة إلى الفين وعطعش لما توقفت التعيينات كل التعيينات المعلنة ماكو تعيينات برا الموازنة كلها مليون ونص وعدنا مليون من صغط النظام وإثنينونس ماجهبتها أربع مليون موظف موسيقى